سائرون إلى طريق الإصلاح والإصلاح كلمة أما وقعها فحدث ولا حرج أو قل إنها خرافة وما شلال الدم في سبيل البحث عن جوهرها إلا خير برهان أما الجديد أيام منتظرة كسنين عجاف تمر على الساحات ومن الساحات خرجت عنوين كثيرة لتكن عصى موسى أول الغيث يمسك بها الرئيس المكلف الجديد محمد توفيق علاوي أيام منتظرة لتجهيز الكابينة وتقديمها أمام البرلمان قال علاوي كلمته إنما هي عصاه التي يهش بها على الإرهاب أو تحقيق آمال الشباب بعد أن طفق الجمع بالسياسات الحاكمة ماذا تخبئ عصاه إذن؟ وهل تفلح في تحقيق المراد أمام عقدة الألغاز؟ الكل يجمع على إشعال الضوء الأخضر أمام الرئيس الجديد أمامك العراق وقدم ما شئت بما لديك لكن برسائل مشروطة لغز هو إذن في لعبة السياسة شرط للمتظاهرين والمطالبين بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة أن لا يكرر وجه وزاري في تشكيلة الكابينة الجديدة شرط يتسع له صدر العراقيين جميعهم يمثلهم يقول زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إنه شرط الخروج من الأزمة ألا يتعرض علاوي لضغوط حزبية أو طائفية وإلا فهو منه براء نهيك عن رئيس الجمهورية الذي يقرأ عامل الوقت بجدية يوجه لحكومة تأخذ في طريقها العدالة وترفض المحاصصة وتأتي أكلها لأجل عودة ميزان الهدوء مسميات تفرد ذاتها في ذهن طبخة المكون الحكومي هنا تطالب القوى السياسية وتتحدث أروقة السياسة عن حكومة تكنقراط في الجهة المقابلة ترتفع وطيرة المشاورات بين التحالفات والأحزاب السياسية في حالة غير مسبوقة حالة يصعب فيها تحديد وجه الحكومة سيما أنها مرهونة بتأجيج الاحتجاج والساحات صانعة الأحداث تريد تغييرا لكل شيء حكومة فانتخابات فبرلمان ويبقى الحبل على الجرار أو يقطعه الرئيس الجديد بحل اللغز أو أن يستمر الغضب أكثر وأكثر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر